موسيقى في اجزامبل تاني معطيني قيم مواسعات وثلاث بوكسات وطالب مني مطلوبة نضع الـ كيف عرفت؟ في عندك هنا نعطيك الشرط طبعا انا اتعمدت اكتب النص تبع السؤال وين الـ event اللي بدي احسب له لـ probability طيب نيجي لفرعة A probability of ما هو الـ probability of selecting 1.0 given that box 2 is selected يعني وين الشرط يعني probability of 0.1 given box 2 طيب هاي 0.1 هاي box 2 95 طبعا نضمن الاسئلة السادسة ستراها على الـ 95 على كم البوكس الثاني في مجموع 210 في العدي في العدي probability يعني شرط 0.1 تمام بي 3 هاذا ايش؟ probability of 0.1 0.1 0.1 من البوكس الثالث ضرب probability of طبعا طبعا هذا على الـ base theorem قانون هذا اللي بحله هو base theorem probability of box 3 على probability probability of 0.1 طيب هسا هاي معاي اللي هي هاي 25 على 245 تمام و probability of البوكس الثالث اللي هو ثلث واحد من أصل ثلث بوكسات أصلا عندي طيب probability of 0.1 0.01 هسا 0.01 هي احتمال إنها تيجي من البوكس الأول أو البوكس الثاني أو البوكس الثالث طيب هاي منجيب احتمالية 0.1 0.01 عفوا من قانون total theorem اللي هو probability of 0.1 0.01 إذا إجت من البوكس الأول في probability of b1 هو total probability تمام يعني هذا القانون هو total probability زائد probability of 0.01 إذا كانت من البوكس الثاني في probability of البوكس الثاني زائد زائد probability of o 1 إذا إجت من البوكس الثالث ضرب probability of b3 بوكس الثالث طيب نجيب الأول قسم ما ده هو probability of 0.01 إذا كانت من البوكس الأول بال اللي هي 20 على 145 ضرب قديش ثلث زائد إذا إجت من البوكس الثاني 95 على 210 ضرب ثلث اللي هي probability of b2 زائد 25 على 245 ضرب 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 ثلث اللي هي probability of b3 وتساوي طبعا هون بالبسط شو عندي probability of 0.01 من البوكس الثالث اللي هي 25 على 25 245 ضرب ثلث وبالمقام بعود probability of 0.01 تمام نجد لمثال ثاني على الكنديشنال في سؤال ثاني ما أعطيه مجموعة أملية فائرات ومعلومات عنها أول فرع sold from 10W is defective يعني بيكون 10W أعطاني أنه الشرط أو ال condition 10W ويكون defective اللي هي 15 اللي من العشرة defective على مجموع total عالمية طيب الفرع الثاني selected 50W and defective هسا قانون الكنديشن اللي هو probability of AB تساوي probability of A joint B تقاطع بينهم على probability of B اللي هي الكنديشن هو بدل ما يطلب الكنديشن لا طلب التقاطع بضرب الكنديشن ضرب ال probability of الكنديشن ويساوي 3 على 30 اللي هي هاي 50W probability of 50W ضرب ثلث ليش ثلث؟ لأنه عندي 1 2 3 3 أحجام من الأمبليفيرات الفرع الأخير C probability of D اللي هي defective هسا هذا على total theorem طبعا total probability theorem probability of ممكن تيجي من العشروات probability of 10W defective ضرب probability of 10W زائد لأنه defective ممكن تيجي من العشروات وممكن من الخمسة وعشرين وممكن من الخمسين فمنستعمل قانونيش total theorem probability of 25W defective probability of 25W زائد probability of 50W defective probability of 50W أول شي 10W defective كم 15 عالمية في ثلث اللي هي العشروات هي واحد من ثلاث أحجام زائد إنها تكون 25W to defective 7 على 70 ضرب ثلث زائد إنها تكون 50W defective 3 ثلاث على ثلاثين هاي التوتل هو ثلاث على ثلاثين في ثلث هيك إحنا منكون حسبنا probability of defective في سؤال عندي على البرنولي تريال معطيني إنه فور تريال probability of out tolerance 0.03 طيب أول فراء طالب all out of tolerance إيش قانون برنولي probability of A تساوي K تساوي K N F probability of K في Q of N minus K تمام probability of K تساوي 4 لأنه بحكي all out of tolerance يعني الأربعة كلهم out of tolerance تساوي أربعة أربعة probability of عفوا probability of success ل 0.03 قوة K probability of Q تساوي 1 ناقص probability of P وتساوي 97% قوة Z لأنه N minus K أربعة عفوا سفر أربعة تساوي 2 وتساوي K قوة N أو عفوا أربعة probability probability of success و K في probability of failure و N minus K K all intolerance all intolerance يعني probability of K تساوي 0 أن كلهم intolerance مش out of tolerance 0 4 N وهي هاي الأن number of trials probability of success قوة K في probability of failure قوة N minus K في عنا سؤال ثاني على Pernoulli trials جيلك واحد بيلعب بعملة نقدية بفوز إذا طلع له two heads and five flip يعني N كم عنا تساوي خمسة probability P تساوي probability of success سبع أول مطلوب probability of when يعني بده probability of K تساوي ثنين أنا بحكي له two heads عشان يفوز تساوي اثنين خمسة probability of success لي 0.7 قوة k probability of failure 0.23 n minus k ثلاثة 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 ثانية يحكي لي at least four heads يعني أقل شيء four heads يعني probability of k أكبر أو تساوي أربعة تساوي اشتفقنا summation summation من الاندو يبدأ من الأربعة أي تساوي أربعة لعند خمسة i n اللي هي خمسة probability of success 0.7 قوة i 0.23 n minus i اللي هي خمسة minus i هسا الكتاب أو solution محلولي بطريقة ثانية جايب probability of k تساوي أربعة وجامع لها probability of k تساوي خمسة بس أنا حليتها على طريقة summation عشان نتعود على summation probability of k تساوي أربعة أو ليش نضاف الأربعة للخمسة لأنه عندي five flip تمام يعني خمس رميات فالمطلوب أنه يكون أقل إشي أربعة فعندي بس أربعة وخمسة طبعا الأربعة داخلة ضمن حساباتي ليش لأنه بحكي at least four يعني أقل إشي أربعة فهذا معناته أنه الأربعة بحسبها